هادي بعياش موجود معي بي والوفين دايما بيسرني وجودك هادي أهلا وسهلا فيك مماثلوها مخرج لبنانين عرفت لأول مرة بفيلم اسمعي للمخرج اللبناني فيليب عرق تنجي وكان دورك بارز شفنا واجه شفنا تمثيل حلو بس ما كنا نعرف الشخص اليوم مع المسلسلات والخبرة اللي بلشت تكتسبها وهيك صرت معروف شوي أكتر بلشنا نعرف هادي الشخص وكنا عم نحكي من شوي أنا وياك عن هداوتك واليوم بعد هادي أكتر يا هادي اسم على مسمى ما هيك والله إيه اسمها الهادي يعني هدوء وهي الفترة اللي عطينا فيها خلتنا كم كلنا نروق يعني نرجع هيك نعمل حساباتنا عم بتمضي وقت عن جد هيك شوي لحالك شوي مع الطبيعة قلتلي هالفترة يمكن عم بتعبه عم بتشرج تحس ان بتقدر تشرج من الرواء من الطبيعة هادي الفترة الكورونا اللي قطعت خليت الكل يرجع يقعد هيك ببيته وكي أصار فيه واحدة إذا بدك عالمية متساوية مع كل البشر كلهم عاديين ببيتهم ومضينا وقت مع الأهل وكان عنا وقت نقرأ نكتب خاصة الفنيني عندهم وقت يرجعوا هيك يعكسوا عن شخصيتهم يعرفوا عن جد شو بدون يعملوا بالمستقبل وهلأ الحياة قبل كورونا غير يعني بعد كورونا بتادي في كتير رصاص رح تتغير أكيد وكمان يمكن شخص متلك بيرجع بعيد النظر بالكاريير تبعه بهالمساري اللي بلش ينطلق فيه وبعدنا لهلأ عم نشوفك هادي بأدوار منا كتير أدوار رح قولة بين مزدوجين تجارية يعني منا أدوار كومن بعدك عم بتفكر قبل ما تنقي الأدوار اليوم عم نشوفك بمسلسل برداني أنا بدور جريء نوعا ما بتحط حالك يعني بصورة هالشخص يعني مغروم بسيدة أكبر منه لدرجة أنه ممكن تكون والدته يعني صح ليه قبلت بهذا الدور ليه قبلت أول شي لأن قريت النص وعرفت مين المنتجين ومين المخرج وعرفت مين المثلين والمثلات اللي حشتغل معهم يعني كنت كل عمر يحضرون على التيفي وهلأ عب تعاون معهم عسات عب كون مع نهلة داود مع رولا أحمادي بأديع مع كارين وكتير غيرهم فهيدي لوحدة كانت دافع أنه شدت حالي شوية ويكون قد هذا الدور مع أنه كان كتير في تحدي إلهم لكون مع نهلة داود عب مسل عسلمت لست نهلة داود تحية كبيرة لها الست عند جد ستة ستات منقول وأدوارها اللي تقاديون بحرفية كبيرة كتير مع خبرة حلوية معلومة وهي عسات إنساني جدا خلوقة وطيبة يعني تحية لها إن شاء الله تكون مبسوطة ومرتاحة في هذه الفترة إن شاء الله تكون متحضرنا كمان اليوم إن شاء الله إن شاء الله بتتعلم من هيك ممثلين كبار؟ هذه من أكتر التجارب اللي تعلمت منها صراحة كانت مدرسة بحد ذاتها لأن التمثيل بالمسلسلات البنانية يعني وقت طويل عم تحكي ستين حلقة نعم وعم تحكي يعني مش عم تحكي فيلم سينما ساعة ونصر عم تحكي كل حلقة تقريبا ساعة فعندك أوقات تصوير طويلة عندك أحداث كتير بدك تعرف في قبل شو الأحداث اللي صارت وبعد ولو ما رايح الشخصية فكانت تجربة كتير عظيمة وخاصة إنه الدور منه سهل كان كشخص عب يفتش عرجوليته أو عنده ناقص برجولية ولقى الناقص بست أكبر منه وهيدي حالي عم تصير بكتير مجتمعنا بطريقة مخفية لأن كل واحد عنده إذا بدك ناقص بيليقي بغيره وهي التجربة إخر شيء لو كانت غلط راح تعلمهم تعلم الطرفين وإن شاء الله تخلص بالها مشاكل لأن فيها مشاكل الجواب عندك صراحة أنا الحب كان عمينة ومش شايف إلا جمالة لرندا بس على أمل أنه بنهاية المسلسل أو بعض الأحداث الجاية تخليني يصير رجال أفضل لأن الرجال مش بيقوته أو بمصرياته هو أكتر أنه يكون مسؤول ويقدر العواب ويعرف يحب يعرف يحب مظبوط له الحب مش بس بقعب إليك يكون الواحد يسمع على الشريك ويعرف إنه في عبيق زيافة يخفف أزا ما يكون متهور وما يكون قنانة كتير قنانة كنت صحيح خلينا نشوف مش هده يالله 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 كنتل عم بيصير إنه رقيت وظيفة جديدة وبطلت عاطل على العمل أو لأن صرت عبطل على مساري وصار في يش متل متلك هالناس هيدا غلط برأيك؟ أكيد لا إنت بتعرف إنه لأ طيب لك إن شو القصة قوليلي ماشي قلتلك حسي في شي غلط يا عمي بعرف إنك حسي شي غلط ما عبتحسيني إيه كل دقيقة وكل ثانية غريب أنت أكتر شخص بيعرف قداش كنت بحاجل على الشغل وتعرفيني قداش مبسوط فيها ليش هيك عب بقطيني فرحتي ليش هيك عم تعملي بالعكس أنا مبسوطة لأنه أنت مبسوط لو مبسوطة كنت تضحكتلك شي ضحك من قلبك كنت قلتلك شي كلمة حلوة اللي من أول ما جيت قلبي خلقتك رندا ما بعرف العبتمرق فيه صعب بس في أنا كمان موجود فاكري فيقي شوي معلاش ولت عب ترديكي ولت حب ترديكي ترديني ترديني إيلي أنا نادية إيه إيلك أنت عبدالني حاسس بالزم كأنه وظيفتي شي ضدك شخصيا لا حبيبي أنت مش حاسس بالزم لأنك توظفت أبدا ليش لكان ما بعرف اسأل حالك أنت اللي عم بتحس بالزم وإنت اللي بدك ترديني دايما طبعا أصدكرمي أنا ما أصد حدا لكن نادية ما تحس بالزم ولا ترديني عمول اللي حابب تعمله بس أنا اللي حابب أنه عيش سوا معي قدام الناس كلها بس شكلها ما رح تزبط مش لقى مشكلتنا صعبة لأنك أنت معقلتي يا رندا أنا ايه عم تخلق يا مشكل من تحت الأرض بس لتبعديني عنك مثل كأنه مش ملايمتك طلعت تكمل بيت وبعليك ترجع عند بروفزير نيضال ويعدك أنه زا بترجع بيسامحك وكل شي سمان شو بيك نادية بريع تحكيني بها الطريعة لأني ضايع بشغل ضايع وبلا شغل ضايع إذا بحبك بالسر ضايع وبالعلن ضايع عبحس عبقرب لك بيتك بإيدي لك إذا بتضحك مع بنت رفيتي بحس بالزم ودايما مش مبسوط رندا دايما مش مبسوط والله العظيم ضايع يعني من المشاهد القليلة اللي منشوفك فيها معصب بس التعصيب بكيانك مبين والله أنا أنا عبن أزل أن أزلت من الحالة عن جد كيفي لقلب بعيد علي بعدين كيف تعصبك وأنت شخص هلقد راي هلأ لكن ما تغش بالمظهر الخارجي هلأ رواعة بس غير فترة إمكان ما تكون هلقد رواعة هذه النص لكلوديا مارشيليون إخراج وإنتاج جانا دي من مهنة قدي النص بيلعب دور كبير وقدي النص اليوم اللي عم نشوفه هو نص بسيكولوجي يعني تدرسوا هالموضوع قبل مع الكاتبين من وجهة لتحية أكيد لكلوديا مارشيليون بتفوتوا بتتعمقوا بمشاكل الشخصية بيئة الشخصية تركيبتها النفسية أيضا هذا لا شك أنه ما ننشوف انعكاسة بالمجتمع يعني نحنا هدفنا بالمسلسل قد ما يكون في ترفية يكون في رسالة عن نوصلها أو ندعم التوعية معينة عن حالات ممكن مثل حالتي أنا ورندا فأكيد في هيك دراسة عن شخصياتنا وين موجود منها أو كيف بتتطور ما بعرف بعتقد أكتر شي هو النقص اللي عندي أنا كشخص مخرج ومع بيطلع مصاري وعب يجرب يلاقي رجوليته تعرف على مرة مثل رندا عندها مصاري وخلتني تترك عائلتها كلها كرمالي فشفت رجوليتي معها فهذا شي عماني من كل شي تاني وهي شافت فيها حرية وتجديد الشباب وأنه تعود الوقت اللي ضيعته إذا بدك بحياتها فاتنانتنا كان عنا نقص لأينا ببعض ونسينا كل المشاكل عم نقذي حوالينا فيهم وكلوديا كتير بوجه لتحية نصها كان في كتير شخصيات يعني في كتير أساس بارلل اللي عم تصير فيها شخصيات سنوية ورئيسية وكلونا عبيدوروا حول أفكار اجتماعية وكلها فيها مشاكل اجتماعية ورسائل اجتماعية وإنسانية من هيك ثغرات القانون يلي بتخلي ناس فاسدين برا مثل باسم يلي يعني دوره كتير عبيكون عنيف بادي عبو شعرات واجه له تحية كتير في دوره حلو وحتى هيك القضاء مثل ما قلنا العلاقات بتقرأ النص كله نحنا بنعرف انه كل ممثل بيقرأ دوره بيمثل دوره وبأغلبية الأوقات ما بيلتقوا كتير كل الممثلين مع بعض يعني اللسانات بيتصوروا لحالهم اللقطات حضرتك بتقرأ النص كله بتحب انه تعرف عندك الحشرية تعرف عن القصة صراحة ايه انه مضطرة تقرأ النص كله لحتى تعرف الأحداث يعني بالنهاية انت فيك تكبيع بكلماتك الخاصة كيف شخصيتك لح تطلع وتنزل وشو الأحداث اللح تصير حوليها بتغير بالنص لما تمثل اذا بدك بتغيري بطريقة بطريقة الحكي بتغيري بطريقة انت بترتاحي بجملة معينة بتقوليها منشان ما كتير تبينع بتمثلع و بتتفشيها لتطلع نديم مهنة ادي بيدعم ادي بيساعد المخرج المنتج الصديق كمان واجه له تحية ايه عسلين ادي بيعلم نديم نديم هنة نحن عم نسمع بيحكي هكي اجتماعيا ما نحس عم نتعلم منه كيف تأذى كان هو المسؤول بهكي عمل ايه نديم هنة يعني كان كتير كأستاذة هكي اشتغل معه انا عم صغير انا كان لجند بعلم السيارات واحضره هكي بموتور شو ومهوس انا بالسيارات فرجعت شفته هكي هو عم يكون المخرج والدي او بي بالعمل حتى كان النصايح تجي كل الوقت من عنده فكانت اكسبينيس كتير جديدة هكي اشتغل معه مهوس بالسيارات بعدك لليوم يس انه بحب السيارات شعندك شغف تاني شعندي شعف تاني بحب التصوير كتير بصور الطبيعة كتير والطبخ الفوتوغرافي التصوير الفوتوغرافي يس تصوير الفوتوغرافي عندي لنس بتشوف كتير عن كتير قريب فبشوف الحشرات والورود بقدم يمكن ساعات بالبرية بلا ما احس صورت كمان فيديو فيديو صغير عن الثورة عن وجوه الثورة رح منشوفه سوا بس خبرني ليه قررت تصور هيدا شي ونزل عبر السوشال ميديا عندك كمان حالا انا كنت عم بشارك بالثورة بشكل عام عبدال ننزل كل ما يكون في هيك حراك اول شي لان الثورة يعني فيها حق لكل اللبناني وهيدا اذا باديك رح تصير نهضة للوطن نحن جاء نوقف الوطن عجري من خلالها ان شاء الله فلاحظنا انه الكل هيك لاقه هوية بالثورة لاقه هيك سرعنا واحدة اول مرة منشوف ناس من كل المناطق عم تشترك هيك بحدث واحد لتصرخ صرخة واحدة والكل كان هيك مبين عوجه قديش مبسوط فجربت تصور فارجي هالشي بكاميرتي لاتأكد انه متل ما عب حسس عن جد موجود ورجعت لما حضرتهم لقيت شي بكبر القلب قدرت انه توصل ولما حطيتهم مع بعض لتأكيد الناس اشتاقت شوف هالشي دعينا نشوفه سوا اشتركوا في القناة القنشة هاتف، 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 هاتف إلى اللقاء إلى اللقاء للثورة، نطرة ترجع وقال هي، ربما على اللقاء أقلي هي رجعة الآن أصلاً أخذ حالة هدوء لحن تدرس خطواتها فأتنوب هذه بدورك في فيلم سمعي يعني كمانا كان دور تاني وأكيد ما رأت بأدوار أخرى أديك الدور هو نوع من خبرة حياة أديك الدور هو كأنه عن جد عشته بيعطيك خبرة هذا جمال التمثيل والإخراج أو هذا العالم كتير تتعلمي بس تقري النص بديك جال بتفوتي بشخصية ولتلك بتفتشي علي بالمجتمع فبديك تعيش الناس تعرفي كيف عن جد بيفكروا لما يكونوا بهيك حالة تتعلمي منهم وتكسب كتير خبرة بيعطيك نضوج يعني بالحياة وبالتمثيل كمان هي كلمة السرج نضوج أنه كلمة واحد ياخد شخصية وحتى قبل الشخصية بالحياة اليومية بيصير عنده نضوج من تجاربه نعم شاركت أيضا بمسرحية للينا أبيض مسرحية صبحية أول شي بدي أعرف شو الفرق بالنسبة لك بين التلفزيون بين المسلسل فيلم والمسرحية وشو كان دورك أخف المسرح غير كوكب بيأخذ العقل لأن هيك بتفوتي بحالة طرب يعني ما في كت ما في شي بتبلشي وبدأ تخلص والحلو أنه بتسمع ردات فعل الجمهور واكتشفت أنه أنا شخص كوميدي يعني بحب الكوميدي كتير ما بحب الدراما والحزن بحب الفرح مع أنه بتجسد الدراما والحزن بشكل رائع بس قلبي بروح إذا بدك بحب جو الفرح على الفرح في كتير حزن مش يعني أن الفرح كله ضحك بس كانت المسرحية خفيفة وكتابة جوزيان بولوس واخراج لنا أبيض وكانت كتير هيك كانت بوقتها يعني الناس كانت عبالها تضحك كانت المشاكل البلد كلنا بنعرفها شو كان دورك؟ كان دوري مصور حرب بينصاب على الجبهة بلبنان وبيرجع عضايته يلي هي بأعالي الشمال الجبالي بالجرد يعني بتعرف على صديقة الطفولة يلي سلزمين ما شفتها من غيرين ببعض بس أكيد فيه مشاكل معك الغرام مرح إذا لك شو فيه ناكس نحنا عم نتابعك حاليا ببرداني أنا عبر شاشة الام تيفي منتمنى لك كل التوفيق هادي بعياش بدي تسلم على الناس وهيك نختم حلقتنا بذات السلام يلي سلمته علي اليوم تمام كيف سلمت علي اليوم بهذا الطريق اه ايه ورد بتعب تفتح بس ايه بحب تسلم على الناس انه هايك يدل عنده نعمل وهلأ هذه المرحلة اللي ما رأنا فيها كثير علامتنا نقدر الاشياء البسيطة اللي حوالينا وكلنا متسوين لا غني ولا فقير في فارق بينتهم بهالأوضاع فكل واحد هيك يكون عنده إيمان ومتفائل وإن شاء الله هيك نتقل بالشارع قريبا للثورة لكن مع وردة مني ومن هادي بعياش بنخطو حلقتنا اليوم نقل لكم شكرا لمتابعة موعدنا بكرة على تمانية ونوص إن شاء الله بيكون نهاركم حلو باي باي اشتركوا في القناة